باب الكبر الكبر يعني التكبر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حادثة ابن وهب الخزعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة أخبركم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضاعف يعني الضعيف هنا بمعنى الرحيم نحن بالصلاة شو نقول بكل صلاة نستفتح بها بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم هل تكلم عن ذاته أنه جبار ولكن ليرهب من يتجبر أما شوف الرحمن الرحيم كم مرة ذكرت في القرآن الكريم كل إنسان قاسي جبار متسلط وظالم هذا من أهل النار كل إنسان لطيف الله قال له للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك هذا النبي أب متسلط على زبوجته متسلط على أولاده ما بيحبوه هلأ أنت لأنك أنت عم تجيب لهم أكل وشرب وكذا ويعم محترمينك بس بكرة بيطلعوا من عندك ما بيحترموك ولما بتسلم الأمانة وبتمشي ورب العالمين بيأخذ أمانته فراح لعند ربه والله يا أخوان الكرام الجبار هو الله هذه الصفة ما بدك تأخذها من الله عز وجل بدك تأخذ صفات الرحمة السماحة واللطف تكون رؤوفاً ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره باللطف برحمته بالناس ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر يا ربي دخيله شو هو شو هو التكبر هو بطر الحق وغمط الناس بطر الحق رد الحق أخي حق سبحان الله كان في قال له جيب حكام دخلت حكام بين يعني أسرة أعطيناه هنا الحكم الشرعي ومن عادتي أنه ما بحكيم على تحكيم القانوني يقول لك وقع متفوضت فلان وقع على بيض بعدين بيطلع القرار شاني يقول بدي وما بدي بعد ما هيئن نالون وكذا وهي إن شاء الله هيك صافية لبن صافية لبن طلعوا بعد نصة أتصل فيني اللي ما أرضي رد الحق هذا رد الحق وغمط الناس غمط الناس احتقار الناس ما له شايف حدا آدو الإنسان المتكبر هل مثال للتكبر حتى تأخدوا مثال صارخ بليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ليش أنا خير منه يتكبر وهو دائما يشوفه الإنسان المتكبر فاضي لأنه هو أصلا يحوي الأمرات كلها باب من أبواب التكبر الحسد حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالكل أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم لا يفهم كل واحد يقول لك لا يفهم هو ليس فقط لا يفهم هو لا شيء لأنه الذي يريد أن تقيم إذا أنت تقيم طبيب يريد أن تكون طبيب وإذا أن تكون بمستوى فترة بالألفينات هناك إنسان كان يتحدث عن عالم من العلماء الكبار قلت له تعرفه قلب الصورة قلت له حضرت له درس قال لا قلت له تعرفه ما معه الشهادات قال لي لا قلت له أنت ما معك الشهادات قال لي أنا معي سادس واحد معه سادس يريد أن يتحدث عن إنسان يحمل العلوم والشهادات العلا حسدا وبغضا إنه لذميم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين جهنم لشو أغلب أهل النار من المتكبرين شوفوا النبي عليه وسلم ماذا تحدث عن التكبر عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قديش مثقال ذرة هي اللي بتشوفها عند شروق الشمس أو غروبها اللي هي هكذا بتكون نقاط نقاط هاي الله يعافيه شوفوا هذا صار له شي عم يسعود تبوء أخواننا الكرام جاي موجة من 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 القريب يمكن على سوريا وعلى أغلب الناس يعني تنتبه الإنسان وأن لا يستهين عم تسعود أو هي عرض نفسك على 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 طبيب الله يكي عافينا الذرة اللي بيقولوا الذرة علم الذرة أما الذرة هي حقيقتها هالشمس لما عم تطلع عم تشوف انت هيك نقاط هاي ما يعني لحالها ما بتشوفها انت شايفها يعني مع الملايين هاي إذا قال مسكتها وقسمت لسبعين جزء هاي هي المثقال يا ربي دخيل لكن هذا اللي بيكون عنده يعني في قلبه وتكبر وتعجرف كل هاي بتجي من أمراض القلوب أمراض القلوب ما بتبين على واحد مثلا يعني مثل عم يسعول ومبين اللي عم يعتوص مبين اللي رجله مثلا مكسورة وماشي عليه هيبين أمراض القلوب ما بتبين هي كل ياته من عدم الطاعة ومن عدم العبادة ومن عدم التوجيه الصحيح بيقول لك أنا خلق من خيري يا لطيف طول بالك أنت بدك تكون إنسان متواضع رحيم لطيف كلمة طيبة هذا التكبر وكأنه هذا المرض استفحل الآن حتى عند الفقراء لأنه التكبر أخوانا الكرام له وسائل أيام الإنسان لا وسيلة التكبر موجودة يعني مثلا واحد أيام بيتكبر بماله في إنسان بيتكبر بعلمه يقول لك أخي زلمي بروفيسور يحقل له ما بيحقل له أصلا لك لا مال ولا علم ولا أن النساء بعض النساء بيكون الله عز وجل عطاها شيء من الجمال أو شب جميل اللي الجميل بتلاقي إيش رافع من أخير لفوق لا في شيء ولكنه متكبر يا رب دقيلك أهل مثل فقراء اليهود لا دنيا ولا آخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجلا إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا أي أبل ألف وخمسمائة سنة هذه شغلة النظافة أخوانا الكرام والثوب هذه من ألف وخمسمائة سنة بيكون الإنسان سبحان الله الإنسان اللي بيعتني بالتيابه هذه من زمان قال ونعله حسنا يعني هذا تكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال يحب الجمال الكبر بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس واحتقار الناس لا تحتقر إنسان حذاري أن تحتقر إنسان ربما يكون عند الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره يعني مغبار مجوز له سر عند الله ما تدري وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم قال شيخ زان شيخ هون بمعنى إنسان كبير عمره ستين سنة وسبعين سنة ولسات وراك شفت مقطع إنسان يعني له مكانة كبيرة كبيرة جدا عمره شيخ خمسة وستين سنة فعامل مؤتمر صحفي أتت إمرأة قال له أتتزوجني قال لأنا خلصت يعني هذه الدنيا خلصت منها خلاص صار عمري يعني فوق الخمسة وستين تروح تشوف واحد عمره عشرين خمسة عشرين سنة أنا خلاص عمره خمسة وستين سنة تلكم مرة جاءني أحد الأخوي الكرام الله يرحم والده والده كان عمره سبعة وسبعين أذكرها فجاي عم يشكي على والده قل له شبه أبوك قال لي ما بينام لأدان الفجر وقاعد حاطط لي الأفلام الإباحية على الجوال تبعه ويجيب قال له لك صلي الصبح قال له أنت ماذا خلق نقل بيت لحكاية بدل ما أنه الأب يقول له لأبنه لك الله يرضى عليك لك حاشي بقى لك انضب تقي الله عمره سبعة وسبعين سنة هذا شو اسمه شيخ كبير نحن اللي بيقولوا أن الشيخ الشيخ بيطلقوها باللغة العامية وهي على الإنسان الدعي أما وأبونا شيخ كبير شيخ يعني بلغه يعني من العمر ما هو ستين هذول الثلاثة أول شيء شيخ زان وملك كذاب تروح مثلاً يعني دول اللي 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 لهم سلطة وكذا وهي وزير مدير يعني الملك يعني المكانة يعني بتروح لا خلاصاً أضغط كان في أحد الناس أيام زمان يعني قال له هات لو وقع لك ياها تاري إله ثلاثة وقيع واحد تبع كتله شامبو شو يعني واحد يوقعه بالأخضر شو يعني هذا الأخضر هلا بحكي لكم عنه الأخضر ماشي إذا وقعوا بالأزرة يعني لهم أو بيكتب لك حسب الأصول شو يعني حسب الأصول يعني أوصال إن شاء الله الأصول يعني يطلع على السلم درجة درجة وهو بالطابق 150 ألف لك تخدمه على أنه في شغلة بعلمها للأخوان الكرام يقول لك اتصل بفلام بعد بكرة أو حاكيني بعد بكرة لشوف ما في حاكيني الصلاة على شو على الحاضر فعان الله مبارئ أنا طالع شفت كرسي هناك مضروب فقلت له لأخ ذكرني بكرة بدي حاكي الورشة تقول له لا 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 تذكرني دغري مسكت وصورت تصلت بمدير الورشة يقول له هاي الكرسي وهي جامع لالة باشا والله يجبر بخاطرة ويرحم أبوك بكرة بعد بكرة تبعت لنا الصيانة بيش بياخدوهم بركزوهم الصلاة على الحاضر ما بده هذا الكذاب ما له حل يكذب على الناس إذا قلت في شيء نعم فأتمها قلت حاضر فإن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا ترح وترح بها لألا يقول الناس أنك كاذب بتاك تخدمه خلاص أنا زبرت لك التأجيل تبعك يعني هو أيام شغلة إدارية بس شو بدها بدها واحد فهمان فيها بكرة وبعد بكرة هاي بس هيك بيوزع على الناس إيش بشان يفكروا إنه هو واصل قال وعائل مستكبر يا ربي دخي لك والمستكبر هذا كمان هلا يكلمهم الله شيخ زاني وشو وملك كذاب وعائل مستكبر يستكبروا على الناس لذلك اللطف يا أخوان الكرم لطف نبي عيسو والسلام شوفوا حياته نبي عيسو والسلام كان يركب على الحمار ويردف خلفه لطف الضل يعني شوه حمار يعني زمن النبي في حمار وفي حصان ما وفي قبل في ناقة والله في ناس بتعرف تركب ناقة نحن نحن ما ولاد صحرا هاي ناقة بيعدو في ناقة بتشد شد سبحان الله بعود هيك بركب عليها وفي ولاد صغار بيعرفوا يطلعوا على الناقة لا تشتغلوا شغلة ما بتعرفوها شي يوم دا تركب ناقة ترحلي على الاهرام ها بتقوم من ناقة بتعمل هيك والله بتنزل مرة في أخ الدم مني ورحنا على مزرعة في أحصني حصان فقال ديركم أبعلا حصان بتعرف تركب هذا الحصان مو شغلته يعني هذا مثل مثل المتور رائعين مو كلمين بيركب متور ديروا بالكون والله المتور مشغلتنا يعني بها البلاد في إخوان عم يجوا على الفجر وهي بس يعني شو من نحكي أيام الظروف هيك يعني متور وبرد وهي متلاقي صعيدة ووفرت لحق البنزين إذا كان على الكهرباء لكن جاك مثل ما بيقولوا لفحة برد لا تروح من الإنسان لا تروح مرة سمعت من سمعت الشيخ من 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 فمه إلى أذني قال طلعنا على بيروت كنا أخذين سيدنا الشيخ أمين والد يروح عنده محاضرة أو كذا طلعوا بسيارة السيارة طلع الشباك تبع مهرهير أول ما من شون نزلوا نزل الشباك قال والله طول الطريق وأنا عامل هيك وحاطت الجبة تبعي وشان الشيخ ما يبرد قال فأتاني شيء إلى صدري ضل معي ثلاثين سنة كل ما تأتي الشتاء يعني بتلاقي تأثر من إيش أجعي الله يبعث لك سيارة يعني مثل ما يقول على أربع والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه تعرفون ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع أه 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 صارت على الكهرباء في سيارات على الكهرباء الله كبار أه لسه ما وصلت لعنا هل أه وصلت لعنا هل نحن معنا كهرباء حاليا أو تحط الله محطة الدنيا عم تتطور الدنيا كلها عم تتطور روح أه شوف مثلا بين مكة والمدينة في قطار تركب فيه من المدينة المنورة لجد بساعة وأربعين دقيقة كنت تركب بالباص ست ساعات وسبع ساعات ونزيل محطة وطلع محطة وبرد وشوب ومدري إيش بتروح من المدينة لمكة المكرمة بساعتين والله بزماني الله وكيلكم ما بنساها طلعنا والدنيا الدنيا مثل الوقت طلعنا من مكة وكان يوم 13 13 ورايحين على المدينة المنورة وركبنا بها الباص 60 70 كيلو عطيل ولا في محطة ولهم يحزنين نزلوا شوفوا قديش الدنيا اتطورت ولا بعد ونزل الشناتي وخوض الشناتي طلعنا مشينا سبعين 80 كيلو أم عطل الثاني 24 ساعة بين مكة والمدينة الواحد بيطلع بركاب يكون أخذ له فنجان قهوة بالمحطة الخطار بيطلع كمان بيشوف ضيفوه بقلب الخطار وزجوعان بدأ يروح يأكل في مطعم بدأ تروح تقضي حاجة كمان موجود ما بتلاقي إذا نام شوي هيك أو عشر دقاية ربع ساعة وين صار صار بمكة المكرمة وهل عم يحوض حط هل هي شو اسمه في هل يعني عم يقول ب الفين واربعين الفين وخمسين ما أدري هاي اللي عشر دقاية مكة والمدينة هل تلقى الأصنصور السريع ما يعني فإذا تزبط هاي من نشوف ها بس يعني هلا القطار بعد غير الدنيا كان يمشي على رجلين شو صار كان عنده مطور شو صار عنده مدير مباركون الله يبارك فيكن هلا في أمراض أخوان الكرام حتى قرأت في ناس عم مضادات حيوية دين دين النظافة الوضوء الاستنشاق الاستنثار ها والإنسان ما يختلط كثير بالناس وفي الصباح هاي استنشق هذا الهواء العليل كله هذا يعطيك يعني جرعات زائدة من الصحة وال والعافية أما قاعدين بغرفة ومسكرين على بعضهم ومماسكين شو الأرقيلة كل شفطة بيأخذها كل سحبة بتطبخ طبخة بيقول لك عم نمرض الله يعافينا أقوله آمين ربنا تقبل منا بسرل الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر